اشتركوا في القناة فإن قوات الجيش المغربي ردت بقوة عبر ذك مواقع عصابة البوليساريو التي حاولت تمركو شرق الجدار الأمني بالصحراء المغربية وكان الرد المغربي بالمدفعية التاقلة مخلفا خسائر فادحة في صفوف ميليشيات خطة الطرق التي كانت تسعى لاستهداف عناصر القوات المسلحة المرابطة بالجدار الأمنية لا تنسوش اشتراك وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بكل جديد إن شاء الله نشكركم على حزني المتبعة شكرا